ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأاً كبيراً ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشاً وساء سبيلاً ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً ولا تقف ما ليس لك به علق إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ولا تبشي في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً كل ذلك كان سيئه عند ربك متروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم لتكونون قولاً عظيماً ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكروا وما يزيدهم إلا نفوراً قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً سبحانه وتعالى عما يقولون علباً كبيراً تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم جفوراً نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك إليك وإذ هم نجوى إذ يكون الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً قل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلاً وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً قل كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً مما يكبر في شدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطرة أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهون قل عسى أن يكون قريباً يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتغنون إن لبثتم إلا قليلاً وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلاً وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا دامود سموراً قل دعوا الذين سعمتم من دونه فلا يملكون فلا يملكون كشف الظر عنكم ولا تحويلاً أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مستوراً وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثموداً للناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً وإذ قلنا لك إن ربك أحاق بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا تغياناً كبيراً ترجمة نانسي قنقر